دلوقتي معادة موجز لأهم الأخبار مع منا شكرا لك شازلي أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على روابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر وذلك في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر أكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليا أطور التعاون الثنائي بين البلدين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي كما أعرب عن حرص قطر على تعزيز أطور التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون أعلن حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك وسط أكرانيا مقتل 21 شخصا في قصف على المنطقة خلال الساعات الماضية يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا مذكرة ديبلوماسية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر بشأن احتجاز 67 بحارا روسيا من قبل أوكرانيا وفي بيان قال المبعوث الروسي للمنظمات الدولية في جينيف أن بلاده تواصل لفتا تباه المنظمات الدولية إلى عدم جواز احتجاز السلطات الأوكرانية قصرا للبحارة الروس من سفن مدنية في ميناء إزمايل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن رفض دخول الروس الذين يحتاجون إلى خدمات طبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر شائن وفي بيان أضفت زخاروفا إن دول الاتحاد الأوروبي قيدت مرارا دخول الروس الذين حصلوا على تأشيرات دخول موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لها الحق في تقييد إصدار التأشيرات لأي مجموعة من الأشخاص على أساس جنسيتهم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها تقديم تسعة وثمانين مليون دولار إلى أوكرانيا مخصصة لنزع ألغام أرضية زرعتها القوات الروسية التمويل يوفر الدعم لمائة فريق من فرق إزالة الألغام بالإضافة إلى تدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة لتنظيف مناطق تبلغ مساحتها 16 مليون هكتار تقول كييف أن الروس زرعها بالألغام نجح رجال الإطفاء أخيراً في السيطرة على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ كوبا بعد أن دمر على مدى خمسة أيام أربعين بالمئة من منشأة تخزين الوقود الرئيسية على الجزيرة الوقاعة في البحر الكاريبي وتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للطيار الكهربائي كان الحريق قد اندلع بعد أن ضرب البرق أحد صهاريج الوقود الجمعة الماضي وهو ما تمددت على أثره النيران واكتاحت المنطقة نفى البيت الأبيض علم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً بمدهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا واشدد البيت الأبيض على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل مضيفاً أن الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل نهاية منجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل